راغب علامي والحلقة اليوم تحيط تقدير مطوضع على فنان قدر يحافظ على نوجه ميتو يتجدد على مدى السنوات ليظل فعلا سوفرستار من زمان كتحبي اعمل حلقة عن راغب علامي كل ما اسمع اغاني لانه دايما كنت قول هالفنان ما عنده ولا غنية مش حلوة بقرشيفه من التمنينات لليوم وسواء كنت بتحب راغب علامي او ما بتحبه ما بتقدر تنكر انه فنان يتمتع بذكاء فني عالي وما بتقدر ما تعجب بقدرته على انه يظل متربع على القمة لأكتر من 35 سنة ويعبر بنجوميته 3 اجيال مختلفة بوقت ظهر معه نجوم كتار وحلقه واختفه واجه بعضه كمان فنانين بعضهم قدر يسبت حاله والبعض الاخر انتهى مشواره وضر راغب علامي بمكانه السابت ومتمسك بالنجومية او النجومية تمسكه فيه وقدر يكون فنان صاحب لون غنائي ما حدا بنافسه فيه ولا حدا بقدر يفوت عليه وعلى خطه راغب بالسنوات الاخيرة بتعد عن اصدار الالبوماته كان اخر البوم اصدره ب2014 اللي هو حبيب دحكاتي لكن بالمقابل اصدر الكتير من الاغاني المونفردة وركز انها تكون باللهجة المصرية وكانت تقريبا كلها هتات اللي بعنا شفتك اطلخ بط وغيرها كتير من الاغاني اللي علقت بالزاكرة ومن حوالي الشهر اصدر غنية التقيل تقيل اللي برأيي ما اخدت حقه كما يجب لكن مع الوقت اكيد بتاخد حقه ومؤخرا اصدر غنية شو عامل فيه وهي نسخة عربية من اغنية شهيرة للمغني اليوناني نيكوس فريتس ومن الحان كرياكوس بابادو بوليس اللي اختار الغنية ليغنيها رغب علامي وصورها بالعاصم اليونانية اثناء بالكليب ظهر رغب علامي عبيعزف عالجيتار ومن خلال الاغنية رجعنا راغب لاغنيات الرومانسية بالتسعينات وهذا دكاء من راغب انه يختار هيك نمط رومانسي رجعنا فيه بالزاكرة لنستعيد اجمل اغاني بالتسعينات نسين الدنيا وبعشاء روحك وغيرها من الاغاني التي لا تنسى الفيديو كليب بنظري متفاوت يعني حبيت مشاهد راغب هو عبيعزف عالجيتار لكن اللي ما حبيته المشاهد الرومانسية المستهلكة وكنت بفضل لو كانت مشاهد غير هيك مسيرة راغب علامي الفني بتأكد انه مش ضروري الفناني يكون صاحب صوت خارق وقوي لا يستمر بعالم الفن وانه صوت لا يملك مساحاته يسعى لكن يملك الدكاء الفني اللي بيخليه لعب بهذه المسيحة وينوع بين الكلاسيكي والإيقاعي والطرب الشعبي ويصنع الفرق باختياراته الصابي اللي خلته يكون ناجم بوب حقيقي وحتى لو اعتمد على السنجل وما أصدر ألبوم كامل بيظل سوفرستار ونص على مدى سنين رايحة وسنين جاية اشتركوا في القناة